طيب نعتبر الآن احنا اكتمر العدد واحنا ملتزمين بالوقت وأنا طبيعتي أبدأ باللي بيحضر فأهلا وسهلا فيكم وأنا توكر مع الله بسم الله أهلا وسهلا بكم كل عام وأنتم بخير أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من جدليات ومواجهات جدليات في أمور كثيرة تتبلور معنا ومواجهات مع أمور كثيرة ومع قضايا كثيرة ومع أنفسنا ومع الآخرين العنوان له مغازي ومعاني كثيرة ممكنكم أنكم تتخيلوها وممكننا إحنا أنه نشرحها بجوزة البعض حتى الآن بيقول ما دخلنا في أي جدلية حقيقية حتى الآن الجدليات قادمة وستكثر وقد نختلف عليها وقد نتفق لا بأس لا بأس في الخلاف الرأي لأنه خلاف الرأي لا يفسد للود قضية يعني نتفق من الآن أنه إحنا إذا اخترفنا في الرأي فإحنا أحباب أصحاب محترمين متحابين نقدر بعضنا بعضا خلاف الرأي لا يفسد للود قضية مش إذا اختلفنا في رأي حتى لو كان رأي ديني أو رأي سياسي أو رأي حزبي أو رأي عرقي أو رأيش ما يكون الرأي ما في داعي للخلاف والآن إحنا هنشوف كيف تم الصراع والحوار وغيره في موطننا الأول الجنة وفي خلقنا الأول وكيف أنه هذه عبارة عن أمور ممكن نستفيد منها إلى الأبد قضايا فكرية نستوعبها طيب إذن هذا واحد أنا شخصيا أعتبر الخلاف قمة الجمال وذكر ذلك في حصص في عفوا نحكي حصص زي الجامعة وذكر ذلك في محاضرات أو في لقات أو في الفقرات السابقة ما ليش تحملوني أنا بين لغة الجامعة ولغة المحاضرات ولغة غيره يسعد مساكم البارحة قبل البارحة حكينا في هذا الموضوع الخلاف هو دليل ثراء هو الخلاف للتنوع الخلاف للتعارف الخلاف للمتعة الخلاف للاستئناس وقل تخيلوا لو أن كل الكون كان على شاكلة واحدة وكان على لون واحد وغيره يصبح ممن وربنا خلقنا مختلفين وإلى آخر إذن نحترم الخلاف ولا نعتبره شر مسألة مهمة هذه والاختلاف في الأمور والألوان والأشكال والأنواع يختلف عن التنازع ويختلف عن الخلاف بمعنى الصراع فالاختلاف يعني التنوع التغير ومن معاني هذا الاختلاف أنني أقبل الرأي الآخر أختلف بالرأي وبالتالي هذا يأخذنا إلى موضوع التسامح ويأخذنا إلى موضوع التعددية كل هذه مفاهيم تأسيسية في الحياة العائلية الاجتماعية السياسية الثقافية إلى آخر وهذه أتينا بها كما ذكرت منذ أن بدأ الخلق ومنذ أن بدأت الحياة الأولى وقبل الحياة حتى الأولى وجدنا كل هذه الأمور التي سوف نعرج عليها طيب إذن نكمل النقاش ماذا جرى في موطننا الأول وقلت أنا موطننا الأول هو الجنة فعندما نريد أن نكون وطنيين فلننتمي إلى ذلك الوطن الذي يمثل قمة المثالية في كل شيء الخير الصلاح قمة الرفاهية قمة التساوي قمة العدالة قمة الشيوعية بمعنى قمة توفر الأشياء بدون تعب ولا كد ولا غيره ما في منقصات إذن نحن عملنا بنحكي عملنا على الصورة الجنة الصورة المثالية طيب فنعود إليها وهذا يفيدنا في مواضيعنا السياسية بأنه لا داعي للتشبث الشديد والعصبية العصبية المنتنة والعنصرية وغيرها بشتى الأشكال والألوان سواء كانت عنصرية دينية كل أهل دين يشعروا أنهم أفضل من الآخرين ولا بأس أن تشعر أنك أفضل أن عندك الدين الأفضل لكن هذا لا يعني أن تستعلي على الآخرين لا يعني أنك تميز ضدهم لا يعني أنك تؤذيهم لا يعني أنك لا تحسن إليهم هذه قضية أخرى بدأنا بقضايا عامة وقلنا إنا خلقناكم من ذكرا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إذن حتى قلنا الهندوسي والبوذي والكافران والحد كله مفتوح للتعارف ليس لك الحق لأنك مؤمن أن تميز ضدهم وسنشرح ذلك بعض الناس قد يختلف الآن يختلف ليس لأنك عربي تميز ضد غير العربي هذه أساس العنصرية التي بدأت في الجنة طيب كلكم لآدم طبعا اللي بيحضر معنا جديد إحنا قلنا عنا أربع خطوط أنا بركز عليها أننا إنسان يعني إنسانيون كلكم لآدم نحن مفكرون يا مفكر ثلاثة عرب وما هي الرابعة دائما أنا بخربطيها إذن إحنا أنا إنسان وأنا مفكر وأنا عربي وأنا مؤمن مؤمن أربع قضايا أنا أريد أن أكتبها وأكتب معي حتى من خربش إذن يا مؤمن ويا مؤمنة يا إنسان ويا إنسانة ويا عربي ويا عربية ويا إيش الأخيرة مؤمن وإنسان وعربي ومفكر اللي هو الأهم ومفكر طيب هذه الخطوط الأربعة تهمون جدا في الجنة حدثت صراعات قبل الخلق وبعد الخلق حدثت نقاشات ماذا يفيدنا هذا الكلام في حياتنا اليومي يفيدنا أنه إذا كان رب العزة في حضرته وفي الجنة وفي البيت المثالي وفي الكون المثالي كان متاحا الحوار والنقاش والجدال والخلاف فالأحرى بنا أن نحن جميعا أن نتقبل ذلك ومن أعلى من رب العزة لا أحد ومن أدنى منزلة من إبليس لا أحد والله سبحانه وتعالى يسجل حواره نقاشه جداله مع إبليس سميها ما تريد لكنها سؤال وجواب وأخذ وعطاء هذه مسألة في غاية الأهمية ولها العكاسات علينا كبشر كيف نتعامل وأنه إذا اختلفت مع إنسان ليس بالشرط أن تبطش فيه به إذا كانت لديك القدرة الله سبحانه وتعالى كان لديه القدرة كاملة ليبطش بإبليس ولديه القدرة كاملة عز وجل ليخفي كل هذا النقاش ولا يذكره بل جعله قرآنا كما ذكرنا مسجل إذن نستفيد من هذه الفكرة أن الحوار ممكن حتى مع الكفر الذين تعتقد بكفرهم حتى مع الفسقة المنحرفون المخالفون إذا أنت علماني يجوز الحوار مع الإسلامي وإذا أنت إسلامي يجوز الحوار مع العلماني وإذا أنت شرقي يجوز الحوار مع الغربي وإذا أنت يميني يجوز الحوار مع اليساري وإذا أنت عربي يجوز الحوار مع غير العربي والعكس صحيح والأسود والأبيض وغيرها قلنا رب العز في علاء وابليس في سفالته ومع ذلك رب العالمين يحاور ويناقشه والحوار والنقاش ليس بالبطش وليس بالإكراه وليس بالقمع وليس بإعاق بإقاع العقوبة المباشرة بل أن الله سبحانه وتعالى ترك ابليس عبر عما عنده كاملا وهو يلفظ كفرا وفسوقا وعسيانا ويرد عليه ثم ينذره ويعطيه الفترة حتى يومدي طيب هذا الحوار الأول لكن سبقه حوار آخر الحوار آخر كان مع الملائكة ونركز على ذلك قلت أنا أن الملائكة مخلوقات لا تعصي الله ما أمرها وتفعل ما تؤمر الأصل يعني انبرمجة شبك لبيك تبصم وتمشي ماكنة سوبر 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 كمبيوتر والملائكة كل المحبة والاحترام والتبجيل والتقدير فهي مخلوقات نورانية والملائكة مخلوقات من روح الله جبريعي السلام كما سماه الله تعالى أنه الروح القدس ونحن خلقنا من روح الله إذن نحن والملائكة نشترك في كوننا مخلوقات من روح الله هذه مسألة مهمة لذلك ما الفرق بيننا وبين الملائكة قلناها موضوع علم سنعرج عليها لكن ننتبه للحوار كما أن الله سبحانه وتعالى أجرى حوارا وسجله مع إبليس وجعله القرآن يتلى سجل معه حوار قبل خلق آدم عندما أخبر الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فاستنكروا واستغربوا وتساءلوا من أين كما ذكرني أحد المتابعين الكرام الأستاذ معتز مسلوخي قال موضوع العلم اعترفوا وهذا أنا ذكرته لا علم لنا إلا ما علمتنا فالمحاجج بينهم وبين ربنا لم يقمعهم لم يقل لهم أنتم مخلوقات يجب أن تطيع كيف تسألوني كيف تستنكرون كيف تفكرون لا هو سألهم نعم أنا أقرأ التعليقات أولا بأول نريد أن نؤسس لهذه الفكرة أن الإنسان مفكر وأن الإنسان مسؤول عن فكره وأنه هو الذي يقرر ولذلك هو يتحمل النتيجة وبالتالي كل متاعبنا حتى نربطها بحياة اليوم كل مشاكلنا اليوم أفرادا عائلات مجتمعات شعوب أمم عالم ناتجة من عدم إعمال العقل والعلم والتفكير وحرية النقاش والحوار فأينما وجد القمع وأينما وجد الاستبداد وأينما صدرت الحريات وأينما منع الاختلاف وأينما وجدنا الفراعنة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أنا ربكم الأعلى ليش رب العالمين أكثر وبالغ فيه استغفر الله حشاء أن يكون بالغ هو قدر الأمور نحن قد نكون من وجهة نظرنا لماذا هناك الكثير من الآيات تتكلم عن فرعون تتكلم عن بني إسرائيل وقضايا شبيهة بينما آيات أخرى تتكلم مرة واحدة وتسير هذا الموضوع للحياة مهم جدا موضوع نظام الحكم موضوع لمن الحاكمية من يقود من يتحكم ما هي المرجعية من هو المرجعية ما هي الأساسات فأسست منذ البداية في الجنة يعني في الجينات الخلق في بدايات الخلق في أسس الخلق فجاء كما ذكرنا آدم من طين من نوع هذا الأرض وغضب إبليس أنه من نار وأفضل منه والملائكة استغربت نحن النورانيون نحن الذين لا نعصيك ونسبح لك ونقدس ونحن الذين نخدم كل أنواع الخدمات كيف يخلق مخلوق أفضل مننا هي لا تحتج لا تستنكر هي تسأل تريد أن تفهم فرب العالمين أجابها أنكم لا تعلمون وعلم آدم وانتهينا طيب إذن أول مسألة الحوار حوار الله مع الملائكة رغم أنها لا تعصي فإن الملائكة موضوع الحوار مهم سواء كان مع العباد المطيعين أو العباد العاصين كإبليس سواء المطيعين تماما كالملائكة أو العصا تماما كإبليس طبعا نقرأ كما ذكرت والأستاذ عمر أمو شلبك ما شاء الله مش مقصر إنسان مخير وسبب التخير أم هو مجبر وسنفعل ذلك السؤال الآخر أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك هذا الذي نقوله نعم شكرا لكم على تذكيري بأن الملائكة تتساءل تستغرب تعمل عقلها وفكرها وهي ملائكة تطيع ملتزمة وتتساءل لماذا هو أفضل منا فجاءها الجواب لأنكم لا تعلمون وعلمه ثم سجدوا له كرمة وتكريما إذن العلم له أهمية كبرى يهمني هذا الكلام العلم له أهمية كبرى 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 والعلم يحتاج للحوار والنقاش العلم لا يأتي إلا بالحوار والنقاش لا يمكنني أن أتعلم من إنسان إذا لم أناقشه لذلك أقول أنا في جميل العامة التي كنت أقولها وأقولها دائما لا يؤتى العلم لمستعجل ولا يؤتى العلم لمستكبر ولا يؤتى العلم لمستحيي يعني المستعجل والمستحيي والمستكبر ما بتعلم المستحيي ما بيسأل المستحيي بخبي وساكد والمستعجل بدي الفهم بسرعة لا يمكن أنه يفهم والمتكبر يرى نفسه أعلى من كل شيء ولا يريد أن يتعلم لذلك هذه الدروس موجودة في الجنة يجب أن تسأل أيها الملائكة ولا تستحي ويا إبليس يجب أن تتعلم ولا تتكبر ويا مخلوقات لا تستعجل يا آدم في طلب المعلومات الأخرى التي سوف نأتي عليها لأنك قد تقع في الخطأ وهذا ما أوقع الإنسان في الخطأ إذن لاحظوا مخلوقات مختلفة ترتكب مخالفات مختلفة أو تجتهد اجتهادات مختلفة أو تستخدم طاقتها بطريقة مختلفة الملائكة أطاعت وكرمت آدم إذن مما جاءت عنوين هذه الحلقة تكلمنا عن الحوار ثم تكلمنا عن العلم ونأتي لكلمة الثالثة الكرامة لما الإنسان مكرم لأنه من روح الله ولأنه عالم متعلم ولأنه لديه حرية الإختيار واختار أن يكون أحمل الأمانة ويطيع الله سبحانه وتعالى ويعمر هذه الأرض فالملائكة سجدت بناء على طلب الله لها ولأن هذا الإنسان لديه كل هذه الخواص والملائكة من صفاتها ومن أعمالها حماية الإنسان المؤمن الذي يحاول أن يطبق منهج الله بالعدل والفكر وبالإنسانية وغير أشكركم طبعاً أحاول أن أربط الكلام الأساسي في الجنة مع النهائي في الآخرة مع مروراً في الأرض مع ماذا ينعكس علينا مثل هذه المفاهيم لأنه سوف ينبني عليها أمور كثيرة جداً لاحقاً عندما نجتهد بأمر معين اجتماعي، سياسي، أخلاقي، تفكيري، إبداعي، حكومي، شخصي، عائلي بعض الناس سوف يقول من أين أتيت بذلك؟ أعود لهذه الأمور خلق الإنسان بالحوار والنقاش والتفكير والسؤال وقد يستنكر وقد يستغرب حتى لو كان أتقى المخلوقات حتى لو كانت الملائكة تسأل رب العالمين حتى لو كان إبراهيم عليه السلام بعد ذلك أريني أريني كيف تحيي الموتى؟ بعض الناس بيقول والمفسرين إنه لا يستنكر ولا يسأل رب العالمين النص يحتمل يحتمل أن إبراهيم يريد وأجابه لكي يطمئن لكي يطمئن قلبي وبالتالي رب العالمين برهن له أيضا بالعلم نتابع أساس الخلق أساسا قبل خلق آدم حوار وعلم حوار وعلم بين الله والملائكة ثم خلق آدم وعلم الأسماء إذن رقم الثاني صار في علم رقم الثاني ثم طلب منهم السجود بناء هذا التكريم وأصبح الإنسان في أحسن التقويم أصبح هو الإنسان المكرم المخلوق المكرم الذي هو رقم واحد في هذه الأرض لا دعني أقول لكل الكون نتكلم عن هذا الأرض بعد ذلك مع هذه الكرامة جاء دور إبليس لم يسجد جاءنا موضوع العنصرية موضوع التكبر وهذه مزروعة فينا من ذاك اليوم إلى اليوم وإلى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى جعل الكبرياء ردائه يعني لا يقبل أحد أن يتكبر على أحد فالمخلوقات عنده كلها متساوية كلها متساوية وبالتالي هذا إبليس الذي يعرف الحق من البطل لم ينصع لي أمر الله سبحانه وتعالى وتكبر وتحدى واستنكر وشجب وإلى آخر وهدد أيضا وسجل ذلك في القرآن الكريم انظر إلى حكمة الله وقدرة الله وترك المجال له يخالف ماذا يفيدنا هذا في اليوم نحن نحن نأتي بالقول الليبرالية شو يعني الليبرالية الليبرالية يعني الحرية لبرتيز يعني الحريات الحر يعني الليبرالي الحريات يعني الليبرتيز الفكر الليبراليزم التحررين يعني هل هذا شيء ضد الدين لا في الأساس هو مع الدين الله سبحانه وتعالى خلقنا على الحرية خلقنا على التحرر خلقنا على أخذ القرار وعمر الخطاب يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا لا خلقنا كله بدأ حر وعطيت لنا الحرية للأساس فكيف أنت تمنع الإنسان من أن يختار مذهب سياسي أو مذهب فكري أو حتى أخلاقي أو غير أخلاقي أو في أي اتجاه إذن هل نحن كمؤمنون وهنا آتي للعنصر اللي أنا بركز عليه مؤمنين في العالم العربي نفكر وبطريقة إنسانية ولمصلحة الكون ولمصلحة العرب وبالقيم الصحيحة هل نحن مع الليبرالية كفكرة أو ضد الليبرالية؟ لأنه ضد الليبرالية القمع ضد الليبرالية الاستبداد ضد الليبرالية التحكم ضد الليبرالية المنع طب أنا أقول لك لا ربنا خلقنا على الحرية تامة حتى الملائكة التي لا تعصي تسأل وتناقش وتحاور وإبليس الذي عصى وكفر والآخره ناقشه ومع ذلك أمهل وترك وآدم أعطيت له الحرية وسنتكلم عنها ماذا صنع فيها في الجنة إذن الحرية شيء أساسي لذلك لو جيت تسألني الآن سياسيا أيها يقدم بعض الشعارات الإسلام هو الحل العروبة هي الحل القومية هي الحل الاشتراكية هي الحل الشيوعية هي الحل اليسارية اليمنية أقول لك لا الحرية هي الحل الحرية هي الحل ماذا قال ربعي ابن عامر عندما ذهب إلى حاكم الفرس قيصر قال له أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وأكمل الكلام الفكرة كلها قائمة على تحرير الإنسان لذلك حتى عندما نتكلم عن الإيمان الإيمان يبدأ بالنفي الإيمان يبدأ بالكفر الإيمان يبدأ بالحرية لا لا إلهة لا إلهة إلا الله نعم البعض يسألني هل يعني أن يخالف الإنسان الشخص كما يريد لا بالطبع نجيينه هل هذا معنى أنه بلا ضوابط والانتماء لا أبداً ولكن الإنسان الذي يختار منهج له الحرية في منهجه يعني إذا أنت اخترت المنهج الإسلامي والفكر الإسلامي والالتزام الإسلامي فأنت تنضبط بضوابط هذا الدين ولكن من اختار أن يكفر بالإسلام كله أو بالمسيحية أو بكل الديانات هل لك دينياً هل لك عقائدياً شرعاً هل لك أن تغصبه على شيء أنا لك ذلك هنا النقطة الأساسية إذا ربنا ترك إبليس يكفر كما يشاء أو يعصي كما يشاء وترك آدم يخطئ ثم تاب عليه ثم أنزلوا الأرض لأنه أصلاً لازم ينزل الأرض ثم قال له وهديناه النجدين فإما شاكراً وإما كفوراً وقال ليس عليك هداهم وقال لا إكراها في الدين وقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنما أنت نذير إنما أنت بشير إحنا نتكلم على الأساس الأساس أنه حرية تامة الإنسان له حرية الكفر بعض الناس سيقول كيف يعني خالف الدين هو حر بخالف الدين بتحاسب عند رب العالمين لما أنت تختار الدين أنت تجزى به في جنات النعيم وتعود إلى وطنك الأول وفق الصراط المستقيم أما من اختار أن يخالف الدين فإلى جهلنا مبئس المصير بقراره هو اختار لكن هل أنا في الدنيا لي الحق أن أفرض عليه دين لازم هذا نتشرب وتشرباً في قلوبنا في عقولنا في أجسادنا في مفاهيمنا ليس لي ولا لأحد من الخلق أن يجبر إنسان على دين ما ولا فكر ما ولا سياسة ما لهم الحرية لكن الفرق يحدث في الأرض في التطبيق إذا أنا في مجتمع أغلبه مسلمون واختاروا أن يحكمهم الإسلام أو معظمه أو اختاروا أن يلتزموا بقيم وأخلاق الإسلام إذن هم اختاروا وأنا لأني أعيش معهم ألتزم بما اختاروه من قانون هذه مسألة مختلفة تماماً هذه تتعلق بنظام الحكم لذلك هل الرسول عليه السلام فرض على قريش ماذا تصنع وهو في قريش هو بقي ثلاثة عشر عاماً لم يفعل شيئاً إلا الدعوة ثم لما مكن له وأصبح هناك أغلبية تتبعه في المدينة المنورة ذهب وأقام نظام حكم هنا ثم لما عادا عاد بقوة وعاد بأعداد وقبل به الناس أهل مكة ورفعوا أيديهم وقالوا ماذا ترى؟ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وبقي منهم خلق كثير كفار يا جماعة الخير بعد فتح مكة بقي كفار في مكة كثيرون وألفين منهم كانوا في الجيش الإسلامي جيش المسلم جيش الرسول السلام كفار ذهبوا إلى حنين وإلى الطائف يقاتلوا مع الرسول السلام إذن بمعنى أخر الرسول السلام لم يجبر أحدا على دخول الإسلام هو قال اذهبوا فأنتم الطلقاء ما قال لهم شرط أن تسلموا انتبهوا تركهم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر هذه مسألة خطيرة جدا لأنه إحنا في نقاشاتنا اليوم السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية والفلسفية وفي أنظمة الحكوم والديمقراطية نخوض فيها باستمرار ولا نصل فيها لنتيجة من هو متمسك بالرأي بين قوسين الديني الإسلامي أن الإسلام يجب أن يحكم حتى لو كان واحد هذا سيدخل في كل أنواع الصراعة لأنه الآخرين سيقولون له سوري نأسف أنت حرة آمن حرة تسلم لكن لا يمكنك أن تطبق علينا ما تريد لأن الحكم يحتاج إلى قوة يا أخوة ويا أخوات يا أساتذة ويا أستاذة الحكم عبارة عن انعكاس للقوة الحكم هو ما يتوافق عليه الناس الحكم هو ما تختاره الأغلبية الحكم هو ما يرضاه الناس في كل تعريفات الحكم حتى في النظام الحكمي الإسلامي هو بيع هو رضى وتراضي هو موافقة هو تصافق الأيدي هو قبول هو عقد اجتماعي هو إذعان للسيطرة الكلية للقانون وسيارة القانون ومن يأتي بالقانون ما اتفق عليه وبالتالي إذا كنت أنت في مجتمع وقالوا لا نريد حكم ديني لا نريد حكم إسلامي لا نريد أي جزء نريد أن نحكم فقط وفقط بالديمقراطية ونقطة ما تختار الأغلبية أنت دينيا شرعيا ليس لك الحق أن تفرض عليهم شيء ولكن تنتظر إذا أصبح لديك الأغلبية أصبحت لديك السلطة بطريقة سلمية هنا قصة أخرى هل يجوز بالقهر وبالقوة أستلب السلطة والحكم ثم أحكم بما أريد أنت تسير عكس الدين مرة أخرى الله سبحانه وتعالى أعطانا الحرية نؤمن أو نكفر أو نفسق أو نعصي ثم العقوبة في الآخرة من أين جئت بهذا؟ مرة أخرى هذا الكلام جئنا به من الجنة من موطننا الأصلي من حوار رب العالمين مع عباده المطيعين طاعة تامة العظام الكبار مخلوقات النورانية الملائكة وأوضح لها بالعلم والإقناع والحجة فاقتنعت وسمعت وأطاعت وحواره مع إبليس الذي لم يقتنع ولم يسمع ولم يطع وتحدى وهدد وتركه ينزل إلى هذه الأرض ومع الإنسان آدم وحواء ماذا فعل آدم وحواء؟ انظروا سيداتي سادتي عاشوا في حالة مثالية تامة ثم جاءتهم هذه الفكرة الفكرة الخلود عجبتهم الجنة حلوة الجنة فقال لك ليش طب ما احنا نظلنا عايشين في هالجنة؟ ليش في فكرة الفناء والموت؟ ممكن يكون أجالهم فكرة ما عندي علمها إنه ليش ننزل على الأرض ونتغلب ونتعتز ونتبهدل وإلى آخره وقد يكون إبليس أوحى لهم أوهم أوحى لأنفسهم اللي هي شجرة الخلد إذا أكلت منها لن تموتوا أبدا إذن الذي حرك الإنسان طمعه وجشعه ورغباته ونزواته وأهوائه ويريد أن يستمتع في هذه الجنة إلى الأبد وفي الحياة إلى الأبد ولكنه عصى كلام ربه طيب إحنا إيش مصايبنا في هذه الدنيا يا سادة يا كرام؟ إحنا مصايبنا في هذه الدنيا إنه نركض وراء الطمع والجشع والخيرات لأنفسنا حب التملو الأنانية سحبها من الآخر سرقة كل شيء النصب الاحتيال هذا كله وجد معنا من أول يوم من الجنة ونهينا عنه أعطينا كل شيء ومع ذلك اطلعنا طماعين بدنا الخلد التام حذرنا ربنا من الأكل من هذه الشجرة فأكلنا من هذه الشجرة الآن الإنسان سقط فيه الاختبار فشل أنه لم يطيع رب العالمين ولكن التجربة كما كنت أقول البارحة نجحت أن الإنسان لديه حرية اختيار الإنسان لديه العلم الإنسان لديه القدرة على التفكير والتعلم والتعليم نعم وهذا كما عن الدكتورنا عبد المجيد أبودي بقول لذلك نحن نريد الأغلبية أن تكون مقتنعة بالحق وتدعو كل الأمم وكل الناس للدين والإسلام لذلك يجب أن نغير في مجتمعاتنا وهو يقترح طبعا تغيير القانون والدستور وغيرها سنأتي على التطبيقات العملية لكن أصر على هذا الكلام ليس بالقمع وليس بالعنف وليس بالجبر وليس بالإكراه إذا كان رب العزة في علاه لم يجبر الملائكة على شيء بل ناقشهم واقنعهم وحورهم وأثبت لهم أنهم ناقصوا علم وأن الإنسان تميز عنهم بالعلم وأما إبليس رغم إقامة الحج عليه لم ينصع ومع ذلك تركه رب العالمين لأن هذا القدر إلى نهاية الكون يكون خالدا في جهنم التجربة والعبرة لنا ماذا فعل الإنسان؟ أعطي كل الأدوات علم آدم الأسماء كلها والقدرات والمستقبل والخريطة والتفاصيل طلب منه طلب واحد لإثبات أنه يستطيع الاختيار بأن يخطئ فأخطأ الإنسان فأثبت أو أقام على نفسه الحجة بأنه يستطيع أن يختار وأكل من الشجرة فانتهت القصة وتاب الله عليه لأن الله لا يريد أن يعاقب آدم منذ البداية هو وحواء الموضوع لم يبدأ بعد هذه كانت الفترة بين قوسين آسف للغة العلمية اللي بستخدمها الفترة التشغيلية يعني كانت الفترة التجربية بايلوت بروجيكت يعني كانت قصة تطبيقية حقاقية تمت في المختبر الحقيقي العلماء لو ما بيسوهوا مع فارق التشبيه أي اختراع بيطبقوا في المختبر بصورة تامة كاملة فرب العالمين حط المختبر المثالي البرفكت كونديشنز بالإنجليزي اللي هو في الجنة وثبت أنه الإنسان بدون مغريات بدون أهواء بدون شهوات الجنس لم يفتح بعد للإنسان لم يرى سوئته لا يحتاج لأكل ولا لشرب ولا يتعب ولا يعرق وكل شيء خدمات كاملة ومع ذلك الإنسان طمع بده الخلد الدائم طيب هو نحن أصلا خلقنا خالدين إحنا لما خلقنا ونفخ فينا الروح من أول يوم نحن خالدون وإنما مراحل الحياة مختلفة مرحلة ما قبل الخلق ونحن في ظهر آدم أو نحن ذرية وعندما خلقنا الله قال ألست بربكم فقلنا بلى نقطة إذن نحن مخلوقونا سويا ثم جاء آدم ثم جئنا بالتدريج ثم جاءت حياتنا الدنيا ثم حيات البرسخ في القبر ثم حيات الآخرة فروح الإنسان إذن منذ أن خلقت لا تفنى روح الإنسان تتوفى الأنفس تسترجع تأخذ تأخذها الملائكة لكن لا تنتهي لا تنقطع وإنما منذ أن خلقت تبقى حيا خالدة ولكن إما أن تخلط في الجنة وإما أن تخلط في النار طيب نرجع من أول وجديد إيش تخلى في حياتنا أنا أستاذ علوم سياسية اقتصاد تحديد سياسات مفكر إلى آخري إلى آخري شو بهمني من هذه القصص بهمني أستخلص كل العبر وأنا تجاوز ستبدو بعض شوي والآن ببلش إذا في أسئلة أو أرجع لبعض التعليقات السابقة أو ذكروني بأسئلتكم أنا شفت بعض الأسئلة ظهرت أمان إذن خلقنا بالحوار والنقاش والتعبير العلم التام الكامل كرمنا سجلت لنا الملائكة والمخلوقات جاء إبليس وتكبر وهذه أول مصيبة بين آدم وإبليس أو بين المخلوقات التي سوف تنزل على الأرض اللي هو التعصب للعرق إبليس تعصب إلى النار عنصره أو عنصره وتكبر على الحق وتكبر على علم آدم وتكبر على هذا المخلوق الجديد وبناءت المعركة والحروب المستطيرة ثم بعد ذلك جاء موضوع الخلود والفتنة والطمع والجشع ويجب أن ننتبه هذا إلى أنفسنا ثم بعد ذلك أقيمت علينا الحجة بأننا أحرار ونحن أحرار وسنبقى أحرار ولا يمكن أن نكون إلا أحرار ولا عبيدا لأحد إلا لله سبحانه وتعالى لا نكون عبيدا لا لحكم ولا لاستبداد ولا للظلم نحن عبيد لله من يحكمنا بالعدل والإحسان هو على رأسنا ونسبع ونطيع لأن الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله ورسوله وأوري الأمر منكم ولكن إذا أوري الأمر مننا عصوا الله ورسوله يعني عصوا الحق والعدل والإنسانية وحماية الإنسان وخدمته وصحته وطعامه وشرابه وإلى آخره تصبح طاعتهم فيها مشكلة كبيرة جدا لكن هذا يدخلنا عن موضوع كبير لاحقا نتكلم فيه في الجدليات كيفية تغيير الأحوال كيف نغير حالنا هل نثور على الظلم مرة واحدة هل نقوم بربيع عربي لا يبقي ولا يذر هل نأسير بطريقة سلمية هل ندخل انتخابات برلمانية هل نصلح الناس هل نصلح أنفسنا أين الحل لابد أن نفهم الأساس ثم عندما نتحدث بالحلول نفهم هذا الأساس ثم حدث العصيان أول عصيان لمخلوقات الأرض وهو عصيان إبليس لربه وعصيان آدم وحواء لربهم ولكنهم تابوا وإبليس لم يتم إذن هذا إبليس شر محض والإنسان فيه الملائكي فيه النور فيه الروح وفيه الجسدي فيه النزوات وفيه العقلي اللي هو حرية الاختيار يوازن ويختار طيب تمام ثم قلنا هبطوا هبطنا جميعا طبعا قصة الهبوط لن أدخل فيها أنا والالتحذير والإيضاح والالتشديد أنا في هذه الحلقات لا أفتي ولا تكلم شريعة ولا تكلم دين بمعنى الدين ولست متصدرا لأي مثل هذه العنوين ولكن أنا كإنسان مسلم مفكر إنسان عربي مؤمن هذا ديني وبطلب مني أن أفهمه وأنا بحكم طاقتي ضمن تلك المواصفات وخاصة التفكير ونرتفع بمستوىنا في التفكير أستفيد من كل هذه الأمور في حياة الشخصية والعائلية والعامة والأكاديمية والسياسية وتحليلاتي ونظرياتي وغيره لأنه في النهاية الإنسان لديه مجموعة من المعتقدات وأنا أنصحكم جميعا أن يكون لديكم مفاهيم ومعتقدات وأسس وقيم وأخلاق وقواعد تبنو عليها ولكن هنا يدخل في قضية أخرى عندما نحلل الأمور ونفهمها يجب أن نكون موضوعيين وليسنا محايدين وفرق كبير بين الموضوعية والحيادية الموضوعية أن أتحدث في الموضوع فأفهمه وأتعلمه وأحاور عليه من كل الجوانب هذه موضوعية وأركز عن الموضوع ولا أركز على شخصين اثناء أبتعد عن الشخصنا لا شخصي ولا شخص من أناقش لا شخص من أتفق معه ولا شخص من أعادي لأنهم كما يقال يعرفوا الرجال بالحق ولا يعرفوا الحق بالرجال أهلا وسهلا طبعا بالجميع اللي بدخلوا وأسماء ما شاء الله كثيرة بتدخلوا بتطلع أهلا وسهلا فيكم وإن شاء الله تبقوا حتى النهاية ونصبر على بعضنا واسألوا ونحن نجيب لكن هذه أساسيات مرات بتكون ثقيلة ومكررة لكن لأنني أعتقد بأنها أساسية سوف أصر عليها حتى نصل إلى نتيجة منها مفيدة للجميع إن شاء الله مفيدة لفكرنا طيب إذن عملنا بنحكي إحنا هبطنا قيلة هبطنا من مكان أسمو الجنة إلى مكان هي الأرض اللي إحنا فيها قيلة في داخل الأرض نفسها هبطنا من مكان إلى مكان من بقعة إلى بقعة متكلم على آدم وحوام ومبليس يعني إحنا القصة مش عدد كبير فممكن هذا يصير لكن هذا لا يعنينا هذه القضية نتركها للبراجع والأصحاب التخصص ماذا حذرنا منه في هبطنا للأرض ربنا قال عن الشيطان إنه لكم عدو فاتخذوه عدوة يعني أول تحذير رسمي من خالق هذا الكون خالق هذه الأرض اللي إحنا نزلنا إلها أنه سيكون هناك صراع بين الحق والباطل صراع دائم بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل بين الخير والشر إذن مش الكون كله خير ولا كله شر في خير وفي شر وهذا من وطننا الأول اللي يجب أن أتعصب إليه اللي هو الجنة جميعا أولاد الجنة إن شاء الله وذلك وطننا وجميعنا أولاد آدم وحواء فما في داعي للعنصريات الأخرى وهذه الأرض لنا جميعا جعلت لنا موطئ دار دار مؤقت نمتحن فيه ونختبر ثم نعود إلى الآخر إذن سيجري حالة اسمها التدافع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثير أو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض جميعا آيتين مفهوم التدافع وهذا مفهوم جدا مهم عندنا نحن في تحليل السياسة والعلاقات الدولية والصراعات وموضوع صناعة القرار وبعض الإخوة والأخوات سألوني قبل شوي موضوع هل هذا الحرية أيضا موجودة في مواضيع الأسرة والعائلة أشكركم جميعا أخينا سهيل مصري من شيكاغو الساد غسان زهدان من شيكاغو ومرأة أسباء كثيرة الساد حاتم خلايفة والجميع الجميع من أنحاء الأرض وكلهم الآن موجودين في مناطق مختلفة يا سادة يا كرام في حالة من التدافر نعم الكلام اللي بتكلم فيه عن الخلق كله ينطبق في كل المستويات ينطبق على نفسي في داخل أسرتي وعائلتي في عائلتي الموسعة في قريتي في مجتمعي في وطني المصغر في وطني الأكبر العربي في منطقة الشرق الأوسط في العالم كله في الكون كله تنطبق نفس الكلام يا سادة يا كرام الحريات هي حريات في كل مكان بما فيها داخل الأسرة والكرامة كرامة والقبول الآخر قبول الآخر والحوار حوار وممنوع التكبر ممنوع التكبر وممنوع العصيان ممنوع العصيان ولابد من نظام ولابد من طريقة نتفق عليها لذلك أنا كنت أفكر في حلقات أخرى أتحدث عن العلاقات الأسرية مقارنة بالعلاقات الدولية العلاقات الأسرية مقارنة بالعلاقات الدولية وجزء من هذا الكلام جاي من قصتنا في الجنة وقصتنا في الأرض وجزء منه المبادئ والقيم يعني هل يجوز لأب أو أم أو أخ أو أخت يستبدوا برأيهم في داخل العائلة عندكم الجواب ندخل في تفاصيل كثيرة ندخل في الجدليات الآن هل يجوز لأحد من أفراد العائلة تهان كرامته مقابل الآخرين هل يجوز دولة من الدول تمنع من حريتها وتحتل هل يجوز فلسطين تحتل ويأتي غاصب يأخذها وماذا يفعل بقية العالم هل يجوز تهان كرامة شعوب وتسحق صحقا كما يجري لشعوب كثيرة في منطقتنا العربية في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وغيره ولحساب من من سمع لذاك أن يتحكم على أي أساس على أي قاعد نفس الشيء في داخل الأسرة حتى الأب والأم شكرا لهم لكن لهم حدود أيضا لا يمكن أن يستبدوا بأبنائهم وبناتهم والبنات والأولاد يجب نعم أن يسيروا وفقا احترام الأب والأم لكن لهم حقوق أيضا وتفاصيل كثيرة يمكن أن نأتيها لكن نعود لقصة الخلق وأنا أجيب معكم وأسألوا أكثر حتى بس أنهي الفقرات ثم أتفرغ بدقيقتين لما تتكلم عنه إذن الصراعات الأولى في الجنة ونزلت للأرض وهي مستمرة معنا في الأرض وإلى يوم الدين موضوع الحوار الحوار وجد في الجنة وبين الله والملائكة والله وإبليس والله وآدم وحواء ونزل إلى الأرض ومستمر إلى يوم الدين العلم وجد مع آدم وبه تميز على كل البخلوقات وله سجدت فالملائكة سمعت وأطاعت وأبليس تكبر وتمرت وانتصر لعنصريته أنه من نار وهؤلاء من طين ومفهوم العنصرية السائدة لليوم واليمين المتطرف والشوفينيين والقوميين المتعصبين والأنجليكان المتشددين كلها موضوع التعصب هذا والتكبر ونحن قلنا لا يؤتى العلم ولا يؤتى الإيمان أنا أضيف عليها لا يؤتى الإيمان ولا العلم لمتكبر ولا لمستعجل ولا لمستحيي طيب قصة الخلود الطمع الأبدي عند الجميع إبليس بده طمع أبدي والإنسان بده طمع أبدي والإنسان راح أكل من الشجرة حتى يعيش خلود رغم أنه أصلا خالد يعني تلبيسة أخرى علينا في هذه الدنيا نعتقد بأننا سوف نخسر أشياء كثيرة إذا التزمنا بأمور معينة مع أنها هي لك ومحفوظة لك ولذلك الذي يريد الحياة الحقيقية هي الآخرة الآخرة له هي الحيوان الآخرة له هي دار القرار الآخرة هي التي فيها العطاء التام لكن نستعجل وهذا الذي دفع وقلت خطأ الاستعجال عند آدم أحواء مستعجلين مستعجلين على رزقهم بدهم يعيشوا حياة خالدة طمعين أنانيين رب نعطاهم كل شيء حالة مثالية في الجنة ومع ذلك بقول لك بدنا الخلد بأنتم راح تعيشوا خالدين وفي الجنة بس أصبروا شوي أبدا سمحوا لأهوائهم وشهواتهم وسمحوا لإبليس نفس الشيء الآن في الأرض تدرى أمم بطيرة مسرفة مهيمنة لديها كل شيء ولا تشبع لدينا فئات إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا نحن في مجتمعاتنا في بلداننا مسرفون مترفون فاسقون ظلمة لا يعطونا كرامة ولا يعطونا حقوق ولا يعطونا طعام ولا يعطونا شيء لماذا تفعلون ذلك؟ لماذا أنتم أنانيون؟ لماذا أنتم طماعون؟ لماذا أنتم نظركم قصير؟ لماذا لا تؤمنون بالآخرة؟ لماذا لا تؤمنون بأنكم سوف تعيدون إلى رب العباد هناك جنة؟ لماذا لماذا تتمسكون بكل هذه الخيارات في الأرض وتحرمون الآخرين منها وتسببون لنا الحروب والشقاء والصراعات ومعارك النفوذ والأمراض وكورونات كلها ناتجة من إفساد الإنسان لأنه لم يفهم أصلا أنه خلق في وضع مثالي وسيعود إليه إن أحسن المسار فيسيء ويستعجل ويتخبط ويطمع إلى آخره وكلها شرور جاءت معنا منذ البداية ومن قبل الأرض يا سادة يا كرام هبطنا ما هو قانوننا في الأرض المستمر الدائم إلى يوم الدين قانون التدافع لذلك الذي يريد أن يأخذ حقه لازم يدافع زي ما بيحكوا أخوانا اللبنانية دافعا 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 سيدي ما بنفع أنك أنت تقعد ساكت عشان يجي حقك لا يضيع حق وراءه مطالب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إذن سنة الكون سنة الخلق سنة المجتمع هي التدافع فالذي يريد أن يقيم الحق يجب أن يدافع يعني يزيد من نفوذه كيف يزيد من نفوذه بالعلم بالوعي بالفهم بالحوار بالنقاش بالإقناع سعد مساكي أستاذ أسيل آلياسين من القدس الشريف زيد نفوذك سيدي دافع دافع يعني مش مسلا دافع ضد اللي بتضخ عليك دافع يعني ادفع ادفع بالتي هي أحسن يعني حاول يعني اطرق الباب يعني اسعى طيب اعمل يعني يعني اعمل ربنا ما ترك أي في القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات عاملوا الصالحات زي ما قال الشافعي لو أنزلت سورة واحدة لكفت سورة العصر والعصري إن الإنسان أنا في خسري إلا الذين آمنوا إيمان وعملوا الصالحة وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر أربع شروط لأي إنسان حتى ينجح آمن بالفكرة آمن بربك آمن بأي فكرة بدك تآمن فيها اعمل لدينك اعمل لآخرتك اعمل لأي فكرة تعتقدها وأصبر عليها وانصح وتناصح نقطة إذن اللي بده يغير مجتمعه ويبني مجتمع جديد ويحرر وطنه ويوحد الأم العربية وينشر الإنسانية ما بكفي يظلوا قاعد بس يقول يا رب يا رب يا رب هذه ما بتنكفي يا رب لحالة ما بتكفي ربنا بده إياك تآمن بالحق تآمن بالعدل تآمن بالكرامة تآمن بالعلم تآمن بالحرية تآمن بالتدافع تآمن بالعمل وتنجز وتتحرك وتتعاون مع آخرين وتتعارف على آخرين وتعاونوا على البر والتقوى لحظوا المركبات والمرضعات كيف تركبوا ربعضيها هاي مفاهيم أساسية لو أخذناها وطبقناها في المجتمع وفي التربية والتعليم وفي الثقافة وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الإصلاح سنصل لكن طالما نخالف هذه الأمور لن نصل بعض الناس بقول لكم مطوري القصة ومتى بدنا نغير حالنا في العالم العربي آسف طول ما أنه العرب لا تفهم لا تفقه لا تتعلم لا تعي معركتنا هذه المعارك لن تتغير لأنه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه وكيف بدنا نغير بأنفسنا وإحنا مش عارفين شو الهدف من التغيير مين بدو يعطينا خارطة الطريق مين بدو يحط لنا العلامات وهون بيجي فاهمنا للدين الكبير هل الدين عندنا فقط البس دشداشة وطول اللحية ولبس إحجاب وإلى آخره كلها أمور مهمة وكلها عراسي ولما منقول شكلية هي شكلية بس مهمة منقول ثانوية بس مهمة وأساسية ما عنا في الدين قشور وبطون كله مهم ولكن في أولويات يا أسياد لما جاء الرسول السلام ما تكلم بهذه الأمور تكلم عن حرية الإنسان إن عتقوا إن عتقوا من عبادة الأصنام وتركوا كبراءكم لا تسيروا وراءهم إن وجدنا أبانا على أمة هكذا هي العقلية التقليد المتابعة حتى لو على ضلال لذلك حتى تصحوا أنت وأنا يجب أن نفكر أنت مسؤول عن فكرك وعن عقلك لا ينفعك لا يوم القيامة ولا في الدنيا إن تقول أنا وجدت آبائي هكذا وأبوي هيك والملك تبعي هيك والأمير هيك والشيخ هيك ورئيس الحزب هيك ورئيس الجمهورية هيك ما بينفعك لا في الآخرة ولا في الدنيا إذن أنت مسؤول أنت مفكر أنت عاقل أنت عالم أنت مكلف أنت مطلوب منك أنت تقرر إش بدك حتى الإيمان والدين اللي هو جاي تقليد وعادات عند ربنا مش مقبول لازم تختار دينك على قناعة لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تاخذوا على قناعة مش تقليد هذا لا يعتبر دين الدين الحقيقي أنك تختار أنت لنفسك أن هذا هو الدين الذي تريد مش لأنه أبوك وإمك وولدوك مسلمين هذا ما جبناه جبناه من كل القصة اللي حقناها أخيرا أخذ في هذه النقطة ثم باقي عندنا عشر دقائق نتدافع في هذه الدنيا لذلك الحروب بين الدول بين الأمم والآن بقول لك صراع الصين وأمريكا كيف نفسره نفسره وثق كل هذا الكلام هل أمريكا والصين والدول الكبرى وهيئة الأمم والصحة العالمية وكل الدول أرادوا بنا خيرا هل أرادوا ينشر العلم الحقيقي ولا خفوا معلومات فيروس كورونا الصين ووكالة الصحة العالمية وهذا الصراع بين الصين وأمريكا والعالم كله مش هو برضو إذا ما إحنا أؤثر علينا إذن غيبوا المعلومات غيبوا حوار علمي حقيقي لم يحترموا كرامة الإنسان إنه في ناس رح تمود في رح رح تمحبس ببيوتها زهقلين إحنا وإياكم أسهل هاي أنا بتفشش فيكم ومش لقين غيري تسمعوا في غيري بس إنتوا شكرا لكم جزاكم الله خير كل الحب جايين تسمعوا من عندي حلو بس ما هو من اللي حطنا في كل الورطة هاي مش هؤلاء الطماعين والجشعين اللي هم ما تعلموا لا من جنة ولا من أرض إلى آخره إلى آخره إذن إحنا رح نضل في الأرض في حال التدافع اللي بقول لك متى رح تنحل هالقصة ما في حل القصة بطمنكم رح تضلها الصراعات إلى يوم الدين حق وباطل أشكال من الحق أشكال من الباطل تفاصيل مختلفة لكن في النهاية كل قصة فيها حق وباطل لذلك أنا لما بحلل سياسة وبعض الناس بيسألوني كيف بتحلل كيف بتحكي هذا صح وغراب بقول لما أنا عندي بوصلات بوصلة يعني بوصلة البوصلة اللي بتوجهك على القبلة بوصلة رقم واحد الحق والعدل أي زعيم أي حكومة أي شعب ينتصر للحق والعدل فأنا معه أي زعيم أي حكومة أي تنظيم أي اتجاه أي حزب أي حاكم أي مسؤول أي ملك ينتصر للباطل فأنا ضده هو بوصلته غلط هذا تبقوه من الحق معه الشعب السوري المظلوم المسحوق ولا من يقتلونه ويسحقونه من كل الاتجاهات وكل الدول من المسحوق الشعب اليمني أم من يسحقونه والليبي وغيره من المظلوم الشعب الفلسطيني أم غيره من المظلوم كل شعوبنا ولا حكامنا المستبدين الظلمة إذن بوصلة رقم واحد الحق والعدل المبنية على العلم وعالوعي وعلى كرامة الإنسان وحريته كل الكلام اللي ما يحكي فيه طيب إذا تاهت البوصلة إيش بوصلة رقم اثنين بوصلة رقم اثنين مش الحق والعدل بعد الحق والعدل إرادة الشعوب مصلحة الشعوب الذي يجري من حرب أو دمار أو مشاكل أو اضطرابات أو مواقف أو سياسات أين مصلحة الشعب فيها؟ فنحن ننتصر لحق الشعب مهما حاولوا أن يسوقوا علينا شخصاً أو زعيماً أو حزباً أو متحكماً أو غيره فنحن مع الشعوب مصالحها وإراداتها بوصلة رقم ثلاثة في عالمنا العربي تحديداً والمجتمع الإنساني كله قضية فلسطين قضية عادلة ولا ظالمة؟ قضية عادلة إذن أنتصر للحق والعدل وأنتصر للشعوب وإراداتها ضد كل من يعاديهم ويسحقهم وأنتصر لقضية فلسطين المظلومة والفلسطينيين المظلومين في الأرض هكذا أنا أحلل السياسة فلما يجب أن يقولوني شو رأيك في إيران في السعودية في روسيا في الصين في السياسات الأمريكية في كذا إلى آخر بطلع على الثلاث بوصلات بقولوني النظام فلان نظام بشار نظام حفتر نظام كذا بطلع على الثلاث بوصلات اللي بيصير بالحق والعدل واللي بيحترم إرادة الشعوب ومصالحها واللي بيحرص حقيقة على انصاف فلسطين والفلسطينيين إذن هذا ماشي عابو صلاة صح من وين جبت هذا الحكي جبته من تأسيسي الفكري اللي شرحت لكم يا ثلاث حلقات ونزلنا من أسس لأنه أنا إنسان شغلت عقلي واستخدمت علمي وفكرت وعقلت وعرفت إيش الحق وإيش الباطل ومن نتبع ومن لا نتبع نتبع منهج الحق والعدل والرحمة والكرامة والحرية وغيره وغيره من رب العالمين من الجنة إلى الأرض ما جبتاش من عندي لا أريد أن أعصي ربي ولا أعصي الحق ولا العدل ولا غيره وأرفض كل من يعصي وإلى آخري ما تكلمش عن الجزئيات في الدين كلنا بيخطئ كلنا بنخطئ في الأمور التفصيلية البسيطة أنا بحكي عن قضايا الكبرى فرق كبير بين من بيخطئ في علاقة بين جنسين ولا إيش بشرب ولا بيش بيشربش ولا بيصلي ولا بصليش ولا بلبس ولا بلبسش هذه كلها تسمى قضايا فردية كل واحد أعرف في نفسه وأعرف من الصح والغلط أما اللي برتكب جريمة كبرى يصادر حريات الناس حقوقهم كرمتهم يقهرهم يسرقهم ينهبهم ينصب عليهم إلى آخرين هذا يخالف كل موازين رب العالمين رب العالمين منعك من الجشع والطمع أنت يا مفتري يا حاكم مفتري يا غني مفتري يا حرامي مفتري يا مستبد مفتري يا سراق مفتري ارحمنا وارحم حالك ارحم بلداننا ذبحتنا وين بنيتنا التحتية الاقتصادية وبنيتنا التحتية الصحية وبنيتنا التحتية التعليمية وين 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 ليش ما نكون جاهزين لكورونا وأبو كورونا ليش وين بسبب الفساد بسبب الاستبداد من وين جبنا جبنا من الأساس ربنا حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما حرم حتى مع إبليس اللعين وهو يتحدى ما عاقبه تركه ينزل إلى الأرض الإنسان أخطأ سمح عنه وقاله الفضل الإنسان على الأرض الملائكة بتجاد له قاله ماشي طولوا بالكم ما عطاهم العلم من أين نتعلم كل هذا الكلام ليش المواطن ما ياخذ حقه بالعلم وبالتعليم وبالحرية وبالتعبير وبانتخاب من يحكمه هذه حقوقه كإنسان حقوقه من رب العالمين وإنت أيضا كشخص سيدي وسيدتي ممنوع تقمع الآخر ممنوع تقمعه لأنه مختلف عنك في الدين مختلف عنك في القناعة الدينية شيعي سني هندوسي بوذي لازم أذبح لازم أسلخ من وين بتجيب هذا حالك مش ربنا هذا منيحكي عنه جيحة لقال بس هذا مش منهج رب العالمين حتى اللي كفر فيه في الجنة عينك عينة في الجنة في حضرته تركه أعطاه المجال مش شغلك أنت إنما عليك البيان إنما أنت نذير بشير ليس عليك أوداه لا تهدي من أحباب تأن الله يهدي من يشاء لا يكره في الدين من شاء من يؤمن فالجاء فاليكفر وهذا الحكي مش بس بالدين والعقيدة في السياسة وفي الموقع لذلك على الجميع يتعاونوا في الحوار علينا نختم بهذه النقطة أن نتعلم الحوار على الإسلامي والعلماني واليسيري واليميني والمؤمن والملحد والشمالي والجنوبي والشرقي والغربي والأردني والفلسطيني والسوري والعربي وغير العربي علينا أن نتعلم الحوار يا أخوان علينا أن نتعلم الحوار علينا أن نبحث عن الحقيقة علينا أن نبحث عن العلم علينا أن نصل إلى نتيجة يجب أن تكون موضوعي ليس محايد أنا مع الحق فلست محايد بين الحق والباطل أنا مع الحق أنا منحاز للحق ولكني موضوعي يعني أفهم الموضوع وأناقش الموضوع وأبحث عن الحقائق وأبحث عن الحكمة فهي ضلتي حتى لو كارل ماركس حتى لو إبليس قال حقيقة هذه حكمة عندي بدي أخذها هذه حق إلي فمين ما يقول يقول هذه حكمة فأأتي بالعلم وأتي بالمعلومة أكون موضوعي لا أحوى الموضوع لشخصنا أرفض شيء ما لأنه القائل لا أحبه وأقبل شيء ما بصيه مسحيج وزكيف قال لأنه الحكام أحبه خطأ بتضر حالك بتضر عيلتك مجتمعك لاسك عالمك إلى آخرين هذا كل ما نتعلمه من الأسس اللي ربنا خلقنا عليها في الجنة وعلى أساسها اختبرنا وعلى أساسها بعثنا إلى هذه الأرض إذن أنا عمالي بربط أساس خلق الإنسان والقيم الأساسية والقواعد الأساسية ثم نبني عليها لاحقا ولاحقا لعله الحلقة القادمة غدا الرابعة نتكلم عن إني جاعلك في الأرض خليفة يعني إيش يعني معنى خليفة وإيش يعني معنى عمارة الأرض إلى آخر طمم دكتورنا بدنا نفهم شو هالحوار لأنه كل الحوارات التي شفناها في حياتنا كانت طوش يكتبوا لي بالله عليكم بآخر دقائق والله يا سيدي يا أستاذ محمد كربلائي أخ عزيز لابد من الحوار هلأ يتحول إلى طوش يتحول إلى حروب يتحول إلى صراعات للأسف هذه عقول الناس وأهوائهم ونزواتهم يا سيدي أول حوار في الأرض صار بين الأخوين هابيل وقبيل انتهى بواحد قتل الثاني لأن بسطت يدي اللي تقتلني ما أنا بيباصل لكن لا أقتلك والقصة الطويلة لعلها تيجي معنا من الأساسات موضوع اللي هو الخلاف الصراع وكان في حوار عايش بتقاتل وكانوا في الجند قاتلنا على الخلود وسقطنا ونجحت التجربة ومنقدم نخطأ ونختار نزلنا الأرض أول مذبح حصارت في الأرض بين هابيل وقبيل برضو خلاف على الطمع من هو الأكثر قبولا عند ربه ومين اللي مش أكثر قبولا عند ربه هذا أفضل تفسير فيه آيات تفسير أخرى بتقول لك تقاتلوا على نزواتهم وشهواتهم تقاتلوا مين بدو يتزوج أختهم هذه الرواية الرواية الأعام إنه مين الله بتقبل منه القربان ومين الله ما بتقبل منه القربان يعني مين أحسن من الثاني يعني مين يتكبر على الثاني وطبعا في هذه القصة متعة شديدة لأنه فيها الروايتين إنه اللي قتل هو اللي كان يدعي التقوى هو القاتل مش العاصي هو القاتل مش العاصي اللي قتل الصالح لا الصالح اللي كان يدعي الصلاح قتل العاصي فأصبح القاتل هو اللي يدعي الصلاح عكس اللي إحنا بنعرف القصة إنه واحد صالح هو واحد طالح الصورة كانت مع كوسي كيف نفهمها جزء من العلم والوعي المهم أختم بآخر كلمة في عنوان هذه الحلقة أنه إحنا في هذه الدنيا نعمل كما ذكرت بالوعي وبالعلم وبالحرية وبالكرامة وغيره وغيره ونسعى للأفضل ونتصارع ونتدافع وفي النهاية الأجر عند رب العالمين الحساب ليس في الدنيا علينا حساب هذا الكلام لا يعني وأختم آخر دقيقة أنه كل إنسان يفعل ما يشاء في الأرض لا هناك تتطور أنظمة اجتماعية وأنظمة اقتصادية وغيره ولها أسس وأنا سوف أشرح أكثر بأن أسس أي نظام اجتماعي واقتصادي وسياسي هو الحرية والعدالة واختيار الناس ما تختار الناس هو الذي نحكم به لأن الإنسان هو الذي يكلف بحكم الأرض فالإنسان يحكم كيف يحكم بالأرض أعطي المنهج وأعطي الصلاة المستقيم إذا خالفه له عقبة وعقوبة وحساب في الآخرة فالدنيا هو يختار فإذا الذي يقرر شكل نظام الحكم في الأرض هو الإنسان إذا أحسن يكافأ وإذا أساء يعاقب هذه آخر نهايات عندنا سؤال كيف تحاول المستكبرين وهم يعلمون الحق من الباطل لكنهم معامدين ومحاربين الحق قصة طويلة نجيبها لاحقا لكن هؤلاء المستكبرون دائما موجودون من إبليس اللعين المستكبر في الجنة والذي نزل إلى الأرض إلى كل المستكبرين في الأرض والذين عاندوا وعادوا الرسل وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم أنهم كانوا يقررون بأن لديه الحق نحييكم أتركوا ملاحظاتكم اقتراحاتكم أسئلتكم وأحاول أن نجيب عليها وأحاول أن اليوم ملتزمتش مية مية ونرطي 15 دقيقة لأسئلة في الموضوع و15 لغيرها صوتي راح السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية كل عام أنتم بخير ونرطاقكم إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم